مرحبا بكم مشاهدين الكرام سأيدنا بلقياكم في هذه القناة المتنوية وهذا أبرز عنوان الفيديو رغم الهدنة الاشتباكات تتجدد في العاصمة السودانية الخرطة ما شاهدوا مع التفاصيل رغم اتفاق وقف اطلاق النار في السودان خلال إجازة العيد تجددت الاشتباكات المسلحة بين الجيش وقوات الدام السريع حيث سمع اطلاق الرصاص في الخرطة من خلال اشتباكات متقطعة في وقت يتبادل فيه طرفان الاتهامة بشأن خرق الهدنة وقال الجيش السودان وقوات الدام السريع في بيانين المنفصلين إنهما وافق على هدنة لمدة ثلاثة أيام كي يستطيع الشعب السودان الاحتفال بعيد الفتر وفي السياق نشدت نقابة أطباء السودان المجتمع الدولي للضغط على طرف النزاح لإيقاف اطلاق النار وتفير مصارات آمنا لإجلاء المدنيين وتجنيب البلد للإنزلاق لهوية الانهيار الشامل وقالت النقابة في بيان إن بدأت دول الأجنبية بالاستعداد لإجلاء رعاياها يؤكد إزلياد الخطر على المواطنين العزل وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت عن ارتفاع عدد الضحايا جراء المواجهات المسلحة في السودان بين الجيش وقوات الدام السريع إلى 413 قتيلا و3551 جريحا يشار إلى أن اتفاقية الهدنة التي تمت بين الجيش السوداني وقوات الدام السريع لم تصمد بسبب احتذام المعاركة وتبذل اتهامات بخرق الهدنة وعدم الانتزام بها ولا تزال الأوضاع الإنسانية في حالة حارجة وتحتاج تكتيف جهود لعملية الإنقاذ وإجلاء عدد كبير من المدنيين العريقين بسبب تواصل القتال